الله قال أو الوالدين والأقربين حتى على أبوك وأمك لكن نبي يعلم أن معظم الناس يعجز عن هذا يكع عنه يفشل في الامتحان لذلك حديث عوف ابن مالك قال عليه الصلاة وأفضر السلام إن شئتم أيها الناس أن أخبركم عن الإمارة أخبرتكم قال فقل فقمت له وقلت يا رسول الله بأعلى صوت أخبرنا عن الإمارة أو في مالك بصوت حالي بدون الناس تسمع قلنا شو الإمارة هذه الحكم والسلطان ورئيش ووزير وقصة كبيرة قال فقال عليه الصلاة وأفضر السلام الإمارة الإمارة أولها فتنة وثانيها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وعدل فيها وكيف يعدل في قريبه نبي قال قال بعرف صعب صعب بعرف البشر كأنا الناس مش أنبياء زيه ولك الصفوة المستخلصة المختارة من أصحابه وهم قلة اللي يعدل في قريبه في نفسه يعدل أليس كذلك؟ في نفسه في قريبه في أبيه في أمه يعدل قال النبي وين قال؟ بعرف قال صعب جدا 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 إلى انقطاع النفس قال وكيف يعدل في قريبه؟ لذلك قام عليه الصلاة وأفضر السلام يوما يصيح في الناس ويل للأمراء ويل للأمناء عجيب ويل للأمراء النبي يقول ويل للأمناء ليه؟ لا يتمنين أناس يوم القيامة النبي يقال بعدين لا يتمنين أناس يوم القيامة أنهم كانوا معلقين من ذوائبهم يترددون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا لا تكون رئيس ولا وزير ولا مدير في جهاز حكومي كبير ولا كل هذا الهم والحزن طبعا لأنك مش هتعدل ترجمة نانسي قنقر